موسيقى الثامنة الربعا بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة otv على يوتيوب عبر حساباتنا على اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك وتنقلها مباشرة صوت المدى حالة الانتظار جزء من المعركة وردنا آت وحدنا أو في إطار جامع لكامل المحور إنها خلاصة كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في ذكرى أسبوع استشهاد القائد العسكري فؤات شكر على وقع خرق متكرر لجدار الصوت من قبل الطيران المعادي الذي حلق على علو منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية قبيل بدء الخطاب وفيما لغة الحرب ولهجة الصواريخ آخذ في التصاعد وبينما تتزاحم التحركات الديبلوماسية في الشرق الأوسط لمنع الانزلاق إلى حرب إقليمية زوار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينقلون عنه تبشيره بتسوية كبرى فسرتها أوصاته عبر الأوتيفي على أنها تعني باختصار التطبيق الكامل للقرار 1701 الذي من شأنه أن يترجم استقرارا طويل الأمد سبق أن تمت مقاربته خلال ما تم بحثه مع الموفد الأمريكي أموس هوكستين طيلة الأشهر الماضية حول حل للحدود البرية بين لبنان وفلسطين وأكدت أوصات ميقاتي للأوتيفي أن شوطا كبيرا قطعته المفاوضات مع الجانب الأمريكي وإن لم تصل إلى خواتيمها بعد بسبب استمرار الحرب في غزة مشيرة إلى أن الإطار العريض للتسوية قد وضع وهو بانتظار بعض اللمسات الأخيرة عليه لإنجازه حين تنضج اللحظة الإقليمية أما في الشأن السياسي الداخلي فجبهة الإسناد اللبنانية لا يبدو أنها بحاجة إلى رئيس ولا إلى حكومة أصيلة ولا حتى إلى مجلس نيابي يمارس دوره خصوصا أن أطلت الصيف أرخت بظلها حتى على عمل الليجان غير أن الجمهورية اللبنانية لن تغيب طويلا فسيأتي يوم تقف فيه الحرب لتنهض البلاد من جديد ربما في انتظار حرب أخرى إذا لم تنتج المأساة الحالية حلا شاملا في إطار إعادة رسم خريطة المنطقة التي تحدث عن أهميتها السيد نصر الله في كلمته اليوم أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي أنه يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية والخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد تتم عبر وقف العدوان الإسرائيلي في غزة وشدد على أن لبنان أمل في استمرار مصر بلعب دورها التاريخي محذرا من تماد إسرائيل باعتداءاتها على لبنان وغزة تستمر مصر في حثها لكافة أطراف الصراع والنزاع بالعمل على الالتزام بضبط النفس وتجنب انزلاق منطقتنا إلى حرب إقليمية شاملة كما أكدت أيضا لأخي معالي الوزير دعم مصر لكافة الجهود الدولية الهدفة إلى التوصل إلى التهدئة في جنوب لبنان ونعيد التأكيد مرة أخرى على دعم مصر الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان ونؤكد على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار بشكل كامل وغير مكتزئ ودون إدخال أي تعديلات عليه وأن يتم تنفيذه من جانب كافة الأطراف المعنية سواء كانت بطبيعة الحال لبنان أو الأطراف الأخرى أن لبنان يسمن عاليا الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإحتواء التصعيد ويأمل مواصلة دعمها له خلال مرحلة مقبلة وخصوصا فيما يتعلق بتأمين مظلة حماية عربية للبنان جراء النيات والخطط العدوانية الإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب وسعيا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية أما التصعيد إسرائيل الأخير في المنطقة فأنه يقود الاتصالات والجهود التي تبذله مصر للتهديئة ويضرب عرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبنى هذه المبادرة ويعكس نيات إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع أن الخطوة الأولى باتجاه وقف التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غسة من أجل أن تحمي المنطقة كلها من تبعات اشتعال حرب إقليمية إذا أن توسع رقعة الحرب أصبح جديا في حال لم يتحرك المجتمع الدولي والدول المعنية بشكل فوري وفاعل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وفي انتظار الآتي من الأيام تبقى الأنظار نحو القطاع الصحي ومخزون المستلزمات الطبية والتفاصيل في تقرير حسين الشحادي مع تسارع الأحداث العسكرية عند الجبهة الجنوبية للبنان وارتفاع منسوب التهديدات التي قد تجر المنطقة نحو حرب شاملة تبقى الأنظار متجهة نحو القطاعات الحيوية في لبنان ومن ضمنها القطاع الصحي وليبقى هذا القطاع بحالة جيدة يجب أن تتكامل كل الاحتياجات الصحية وأبرزها المستلزمات الطبية الكطاع الصحي هو مثل أي كطاع بالبلد يعني كله حيتأثر طبيعي بس نحن عنصر أساسي الله لا يقدر إذا صارت الحرب لأنه هيدا الصحة بالنسبة للمخزون طبعا الأدوات الطبية مبدئيا ما في مشكل لأنه كان البزنس أزيوشوال يعني الشركات كانت عم تستورد وعندها بضاعة بالمخزون اللي عادة هي بتحافظ عليه بشركاتها يلي هو بيتراوح من ستة لمن ثلاثة لأثرت شهور وبنفس الوقت كمان المستشفيات عندهم المخزون طبعا هنه يلي بتصور بيوصل لثلاثة شهور أكيد نحن فيه تنسيق بيننا وبين المستشفيات اليوم في كتير مستشفيات طلبة مخزون زيد لبينها والشركات جابت بديل لهالمخزون اللي انطلب يعني أكيد فيه تنسيق مستمر نحن ما بحياته يعني أساسا حتى بعزين الأزمة ما كان عندنا مشكل بهذا الموضوع مع المستشفيات التنسيق قائم بين وزارة الصحة وجميع النقابات المستوردة وسيجتمعون غدا اليوم هلأ بعد ما كنت طالع من معالي وزير الصفحة فيه تنسيق على هذا الموضوع وعندنا اجتماع بكرة كرمالي قالت الطوارئ لنشوف إذا فيه أشياء نقصة لحتى نستوردها بطريقة طاطة بس مثل ما بتعرف بثير صعب التقدير يعني أنه الأشياء اللي منعوزها موجودة هلأ فيه أشياء دانية ساعتها لأنه ما حدا مننا عارف وين البلد رايح وأكيد كلنا منقول إن شاء الله ما يصير في شيء وما يصير في خلق وعند السؤال عن إمكانية بيع تلك المستلزمات بالسوق السوداء شددت عاصي على أن ذلك لا يمكن أن يحصل لأن الشركات مجبرة على بيع المستلزمات إلى المستشفيات وليس للأفراد موضح أن هناك رقابة من وزارة الصحة كما أن الأسعار مدروسة ومحددة من قبل الوزارة عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل مجددا إدانة العدوان الإسرائيلي المتمدع على لبنان قصفا وغتيالا وترهيبا من خلال خرق جدار الصوت ومعتبرا أن الفريق الحاكم في إسرائيل يقوم بكل الاستفزازات لتوسيع مدى الحرب ضد لبنان وهو ما يستوجب تأكيد التضامن بين اللبنانيين في كل الميادين في مواجهة العدوان ورأى التيار أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمبدأ قيام دولة فلسطينية وإجهاض كل مفاوضات وقف اطلاق النار دليل على أن إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال السلام بل تسعى إلى توسيع الحرب وتفجير الأوضاع على أوسع نطاق في المنطقة بدءا من تدمير غزة وقتل وتهجير أهلها وهو ما يستحق موقفا عربيا موحدا لمواجهة خطر الحرب الكبرى وعلى خط آخر بحث المجلس السياسي الوضع التنظيمي في التيار في ضوء تطبيق الأنظمة بما قضى بفصل اثنين من نوابه بعد صدور قرارات بذلك بناء على توصية هيئة الحكوماء وأكد المجلس السياسي بالإجماع تأييده للقرار وضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة لضمان الانضباط الحزبي وعدم التساهل مع أي مخالفة تمس الالتزام وعدم التسامح مع من يريد التلاعب بالتيار من داخله والمس بهيبته ونظامه الداخلي وعلى وقع التوتر في المنطقة حذر عهل الأردن الملك عبدالله الثاني خلال اتصالات هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس وزراء كندا جستان ترودو من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم وبحث الملك عبدالله مع ماكرون وميلوني وترودو في الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي داعيا إلى تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها من جهة أخرى أكد الملك عبدالله الثاني لمكرون وميلوني وترودو أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية فاصل قصير ونتابع بعده النشرة أهلا بكم من جديد أكد البطرياركو الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن لا سبب يقنعني بعدم وجود رئيس لنوايا غير سليمة مبطنة ضد مصلحة لبنان وسأل بأي دستور يوجد الاتفاق على رئيس ولماذا لم تعقد أي جلسة اتخابية منذ أكثر من سنة وأشدد على أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يفاوض ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ليس مخولين التفاوض باسم لبنان وأشار إلى أن هناك إقصاء لدور الموارنة في الدولة ولسيما بمنع انتخاب رئيس للجمهورية فلا مثاقية لعمل البرلمان والحكومة بغياب الرئيس كما ثمت إقصاء لدور المسيحيين وغياب للموارنة والمسيحيين في الإدارة العامة وهذا يضرب نظامنا التعددي لكن لا خوف على الوجود المسيحي في لبنان بل ما يحصل هو إضعاف وليس محوا لوجودهم وأردف الرعي المسيحيون عنصر أساسي لا يمكن تهميشه في الدولة وهو مصان نفى المكتب الأعلامي في وزارة التقى صدور أي بيان عنه يشير إلى إجراء التقييد ستحصل في الأيام المقبلة تتعلق بساعات فتح محطات الوقود وكمية اللترات التي يمكن شراءها لكل سيارة مبديا استغرابه نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني واعتبر في بيان أن إطلاق شائعات مماثلة لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولتها هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها مشيرة إلى أن تطمئن المواطن بأن المشتقات النفطية متوفرة في السوق بالجودة المعهودة وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة تهيب بالمعنيين توخي الحذر عند نشر أخبار كهذه والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر أعلنت شركة OMT تعيين السيد حكمة أبو زيد رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للمحامي طفيق معوض ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الشركة ومجلس إدارتها بتعزيز الحوكمة ومواكبة التطور المستمر في القطاع المالي وفي بيان لها أوضحت OMT أن أبو زيد يتمتع بخبرة وازنة في القطاع المالي وقد تم تعيينه عضوا تنفيذيا في مجلس إدارة OMT بعد عودته من الخارج عام 2009 حيث عمل على تطوير خطة إعادة هيكلة الشركة لتعزيز مكانتها وريادتها في تقديم الحلول المالية في لبنان وسهم في إطلاق شعار حدك وفي تطوير شبكة وكلاء OMT وتعزيز شركاتها مع القطاعين العام والخاص وفي العام 2019 تولى السيد أبو زيد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة حيث أشرف إلى جانب السيدة جويا معوض النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والسيد ناجي أبو زيد الرئيس التنفيذي للشركة أشرف على تطبيق خطة التحول الرقمي في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والختام كالعادة مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة نيرمين أربين بشارة مساء الخير طيال صيفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بيستمر للأيام الأدمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل بينما بتتخطى معدلاتها بالمناطق الداخلية إذن جونا لبكرة قليل غيوم وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق المنينية نشوف سوا نبدأ من الشمال وعكار عم بتسجل 33 درجة ترابوس أيضا 33 لعاصم بيروت 32 درجة وصور 33 ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 37 درجة لقلوق 23 زحلة 35 واجزين 30 درجة نسبة رطوبة ساحلة بتوصل للـ 85% الرياح السطحية جنوبية غير بزيب تتراوح سرقتها بين 10 والـ 25 كم بالساعة محل البحر في متوسط ارتفاع الموش إذن شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام الأدمة للأربع والخميس جونا علي للغيوم مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا ومثل ما سكرت سابقاً بتبقى درجات الحرارة دون تعديل الوسكر على الساحل والجبال بينما بترتفع بالداخل حيث بتصير فوق معدلاتها الموسمية أما الساحل أنفة بتسجل 33 درجة للأربعة و32 درجة لنهار الخميس للجمعة والسبجعون علي للغيوم صيفي اعتيادي إنما حار بالداخل ودرجات الحرارة بتسجل الساحل أن أقصها 32 درجة وصلنا لاختام صفحة الأحوال الجوية للليلة لأناك اليوم بزيط الوقت لأخر أخبار التقص بالبنان تصبح على خير نشرتنا انتهت شكراً لحسن المتابعة للمزيد اتبعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء